السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الكريمة اللي عندها بزاف ديال الاستعمالات تكشي بجدرت لها فيديو مستقل سجلوا عندكم لانه غدا نحتاجوها ان شاء الله في عدة استعمالات اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم بسم الله على بركتي الله تفضلوا معي باش تفاصيل الفيديو هنحتاجو الهنا واحد الكيلو ديال البانان ممكن ديرو قلي لبغيتو غدا نقشروه ونديروه بشي تطحن غنزيد عليه انا اسبعة دير التمرات ممكن ديروا العسل اللي لبغيتو انا كنفضل ندير التمر لان في الالياف وغدا نطحنوه بكل شي ليه غير هو كيبغي هاد الواسطة تبغي تطحنوها مزيان فما نحتاجوه هنا لا ما لحتشي حاجة ما غنديروه غادي غير نطحنوه مزيان كيف قلت ليكم خاصة مع غنديرو الكاكاو فغا تبغي شوية ديال الحلاوة الى بغيتو تديرو كتر ممكن تديرو حتى العشرين التمر انا درت سبعة ديال التمرات غنطحن مزيان الخاليط حتى ذاك التمر ما يبقى شيبان وغدا ندي هاده على النار باش غد السوائل اللي كين في هاد البانان غد تبخر عن هاد الوصفة فيت شاركتها معاكم غير هي كينا فيت شاركتها معاكم شي تل سنين دابا ولا عامين ولا مهم سينين هاده ونا تنديرها غير هي كينا وسط واحد الفيديو وسط الفيديوات يعني شاركتها معاكم فادك شيباش هاد المرة قلت غدا نشاركها معاكم بهكدا وحدها باش هكدا من اللي نبغي نوظف هافشي وصفة نعطيكم الرابط ويجيكم ساهل طافي كيف كتشوفو السر ديالها هو خاص يعني نحركو باستمرار حتى ذاك السوائل اللي كينين في البانان غادي يتبخروا كاملين يعني وعلى نار هاد يغفلوا ورد مارس هذا على خمسة ومبعد نقصت الرابعة يعني غالي نار هاد أتكون مهيلة وكن نحركو باستمرار يعني بحل الكارامل باش ميتحرقش لكم لان التمار والبانان فيه السكر يعني مسكر من عند الله فكي كيلسق بسرعة ويمكن استمرو في التحريك حتى كتولي دي كلابات مجموعة يعني تكيولي هاد البانان ملسق شفتو كيفاش كيتجمع تكيتجمع هاكدا كيولي هادا والقوام ديالو في هاد الاثناء هادي قد نزيدنا مع القافة قديل كاكاو عامره مزيان وكن نحرك غير بشوية حتى كيتجنس ليا الخليط مزيان سافي من بعد نغي تخلط مزيان غدا نديرها ننخلي هاتي يبرد وغنديرها اه فقرعه ديال فقرعه ديالزاج وندخلها للتلاج وان شاء الله من اللي غدا نبغي نبغي ونوضفوها ها را ها ديك الساعات ممكن تدوقوها وتشوفو المدق ديالها كيفاش داير ومن اللي غدا توضفوها هكدا في الوصفات غير هي بالنسبة الناس لي ما كيعجبوه مش البانان تقدر ما تعجبوه تقدر تبقى انك هاو خدك الكاكاو كيهرس ديك انك ها خاصة انه غدا نزيدو ها الوصفات فما كتبقاش بينا بالمرة ديك انك ها دي البانان مع ذلك يكره البانان اللي كي يكره البانان غا تبالي يعني انك ها ديال وبقات صافي انتم ما شفتوك يجي تقيل تمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتشاركوا معي التطبيقات ديالكم وان شاء الله نوضفوها ممكن دهنوا باحت الخبز يعني نديروها على شكالكم في تور وإلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تدعي ودعيه السلام عليكم ورحمة الله